موسيقى نشرت صحيفة غازيتا الروسية تقريراً نتحدثت فيها عن اتزام المملكة العربية السعودية شراء منظومة الدفاع الجوي S-400 ومقاتلات S-35 وأسلحة أخرى من روسيا على خلفية الحضر الأمريكي المؤقت على بيع الأسلحة للمملكة وقالت الصحيفة في تقريرها أن إدارة جو بايدن أعلنت عن تجميد مؤقت لمبيعات الأسلحة الموجهة للسعودية وذلك في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة تقييم العلاقات بين واشنطن والرياض وأضفت الصحيفة أن المملكة يمكنها اللجوء إلى العديد من مصدري الأسلحة الآخرين الذين يتنافسون مع الولايات المتحدة في السوق ووفقا لما نقلت مجالة ناشونال انترست الأمريكية فإن روسيا لديها التقنيات والعتاد التي تريده المملكة العربية السعودية توصل المملكة تنفيذ رؤية 2030 والتي يأتي من أحد أهم أهدافها توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% في عدة مجالات مختلفة منها الصيانة وإصلاح العربات العسكرية ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ وقالت الإلكترونية الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية ويستهدف توطين الصناعات العسكرية خلق أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول العام 2030 وقالت تقارير روسية أن السعودية اشترطت نقل تكنولوجيا وإقامة خطوط إنتاج في المملكة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ مشيرة وفقا لمسؤولين الروس إلى أنه سيتم تلبية الشروط بتشييد مصنع لإنتاج أسلحة نارية في السعودية وتوجت المباحثات السعودية الروسية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو أعمالها بالتوقيع على توريد الأسلحة النوعية للمملكة ونقل التقنية اللازمة لهندسة وإنتاج وإصلاح وصيانة الأسلحة وقطع الغير في السعودية ومن ضمنها راجمت القنابل AGS-30 أحدى أهم وأشهر المنظومات العسكرية وهو واحد من أشهر الأسلحة الروسية وتأتي أهميته لقدراته الخارقة في إطلاق 400 قنبلة في الدقيقة وهي سرعة إطلاق عالية جدا ويصل مده إلى أكثر من 2100 متر بدقة عالية إلى جانب خفة وزنه وحمله 30 قنبلة في كل مخزن ويعد سلاح AGS-30 قادف قنابل أوتوماتيكية مصمم في روسيا وتستخدمه القوات المسلحة الروسية ويمكن تركيبه على العربات واستخدامه كنظام تحكم عن بعد كما يحتوي السلاح على منظار إلكتروني ومحدد مسافة دقيقة وتستخدم وعدة دول من بينها روسيا والهند ومقتون يواذر بيجان وبنجلاديش وفي الوقت نفسه يتعين على الولايات المتحدة القيام بدورها من خلال مواصلة تطوير الصواريخ باتريوت والمكونات الأخرى اللازمة للتوفير منظومات دفع صاروخي فعالة لحلفائها نشر معهد استوكولما الدولي لإبحاث السلام تقريرنا سنويا تضمن لائحتنا بأكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم حيث يشكل سوق بيع الأسلحة في العالم أهمية كبرى للدول المصنعة والمصدرة له بحيث تعتمد هذه الدول على هذا السوق كمدخول أساسي لها لوضع الميزانيات المالية ولتحديد الواردات والنفقات المستقبلية وبحسب التقرير احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركزة الأولية من حيث مصدر الأسلحة في العالم وتلتها روسيا والصين وجاءت كل من فرنسا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس في لائحة التقرير وأشار إلى أن هذه الدول الخمسة الأولى تشكل حوالي 75% من صادرات الأسلحة في السوق العالمي أما الولايات المتحدة والروسيا فتشكل للنسبة الأكبر حوالي 57% من السوق العالمي لصادرات الأسلحة فنشر التقرير الذي رصده موقع سبوتنك عربي معلومات مفصلة عن الدول المصدرة للأسلحة بين عامي 2014 و2018 حيث صدرت روسيا أسلحتها إلى 48 دولتان ومن أبرزهم الهند والصين والجزائر وفي السنوات الأخيرة ازاد الطلب على أسلحة الدب الروسي حيث ارتفعت نسبة الصادرات حوالي 7 فارزة 8% وكانت معظم وجهة السلاح الروسي إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى السعودية ومصر وإسرائيل وقطر والعراق أكد مراقبنا أن تصريحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلة The Economist في الرابع من يناير أثبتت حرص السعودية على السلام من منطلق القوة ويؤكد كلام المراقبين تقريرا نشرته مجلة The National Interest حول القوة العسكرية السعودية تحت عنوان قائمة بخمسة أسلحة فتاكة تمتلكها السعودية ينبغي لإيران أن تخشاها ويتضح من التقرير أن الرياض لم تشتري الأسلحة الأكثر تقدما في العالم إلا للأيام الصعبة وهي عندما يتعرض أمنها القومي والعربي للخطر وفق ما نشرته العربية نت وهذه الأسلحة كالتالي مقاتلة Boeing F-15 Eagle لدى السعودية 86 منها من طراز F-15 CD الخاصة بالمعارك الجوية جوجو إضافة إلى 70 مقاتلتان من طراز F-15S متعددة المهام والمعروفة بالنصر الضارب حيث تبلغ هذه الطائرة درجة من التطور تمكنها من استهداف العمق الإيراني دون أن يستطيع الطيران الحربي الإيراني أن يشكل عائقا أمامها وأضاف التقرير أن السعودية ستنتهي قريبا من تحديث النصر الضاربة إلى طراز F-15 SE المتقدمة قياسيا والثالثان المخصص للمسحة الإلكترونية وأنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة وأجهزة استشعار متطورة أخرى حيث سيضاف إلى سلاح الجو الملكي 84 من هذه الطائرات المعدلة كما يذكر أن إيران تحاول التعويض عن الخلل في توازن القوى في السماء عبر الاتكال على أنظمة صواريخ محلية الصنع لنسخين صينية وكورية الأصار تايفون جاء في التقرير أيضا أن المقاتلة تايفون ثاني أكثر الأسلحة السعودية فتكا وذلك مقارنة بسلاح الجو الإيراني المهترئ الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وهذه المقاتلة الأوروبية زودت المملكة العربية السعودية سلاح جو الملكي ب72 منها لأنها مقاتلة مميزة للغاية في معارك الجو جو والجو أرض ليس من الوضح عدد مقاتلات طايفون التي تسلمتها السعودية حسب التقرير إلا أن التخديرات تشير إلى احتمالية دخول أكثر من نصف المقاتلات المتعقد عليها الخدمة وأنه خلافا لمعظم العقود السابقة فإن هذه الصفقة ليست على غرار سابقاتها التي تم بموجبها تجميع أغلبية المقاتلات محليا في السعودية أي أنها جاهزة للاتحاق بأي معركة احتمالية بوينغ اي اتش 64 اباتشي من خلال التقرير يمكن الاستنتاج أن المملكة العربية السعودية لم تبخل في الاهتمام بقوتها البرية وذلك من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة في العالم كما هو الحال بالنسبة للقوات الجوية وواحدة من أقوى الأسلحة على هذا الصعيد هي مروحية بوينغ اي اتش 64 دي اباتشي حيث تمتلك السعودية 82 منها كانت هذه المروحية قد صممت خصيصا للجيش الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي من أجل التصدي إلى أي هجوم سوفيتي محتمل بوسط أوروبا في أثناء الحرب الباردة واستخدمها الجيش الأمريكي خلال غزو العراق عام 2003 وكانت أداة لا تقدر بثمن حينها حتى بعد سقوط بغداد تواصلت أمريكا في استخدامها لضرب معاقل داعش لو استخدمت هذا السلاح بشكل جيد سيلعب دورا محوريا في ضرب قوات العدو البرية دبابة M1A2 برامز تم تجهز القوات البرية السعودية أيضا بأحدى أقوى الدبابات في العالم وهي أبرامز وبما أن القوات البرية السعودية تمتلك 442 دبابتان من هذا الطراز بذلك تشكل العمود الفقري في الجيش السعودي وتصبح دبابته القتالية الرئيسية والفرق بين أبرامز السعودية وتلك الأمريكية أن الأخيرة مجهزة باليورانيوم المنظب ولكن العدد الهائل من هذه الدبابات التي تستخدمها السعودية هي في الواقع مشابهة جدا في خدمة الجيش الأمريكي ما يعني أنها مزودة بنظم معلومات وشبكات متطورة وعلى أي حال فهي أقوى من أي دبابة تمتلكها إيران على الإطلاق الفرقاطة الرياض مقابل القوات البحرية السعودية المتطورة تلجأ إيران وبسبب ضعف سلاحها البحري القديم الذي يعود معظمه إلى سبعينيات القرن المنصرم تلجأ إلى استخدام القوارب السريعة التي يمكن وصفها بالنسخة البحرية لحرب الأمواج البشرية البرية وأبرز ما لدى السعودية هو فرقاطة من فئة الرياض المضادة للطائرات وهي أكبر من نظيرتها الفرنسية الأصلية لفايات بنحو 25% الفرقاطة تحمل أنظمة صواريخ للإطلاق الرئيسي وتستوعب 15 صاروخا من طراز أستر وهي صواريخ أرض جو بإمكانها أن تهجم الطائرات المغيرة في نطاق يبلغ نحو 20 ميلا وعلى ارتفاعنا يصل إلى 50 ألف قدم وحسب صفحتين تهتم بشؤون القوات البحرية الملكية السعودية على موقع وبكيديا فإن السعودية تمتلك ثلاثة فرقاطات من هذا الطراز وهي فرنسية الصنع ونسخة معدلة من النوع الفرنسي التي جميعها مزودة بحزمة تسليحية وتقنية حرب إلكترونية وتستوعب مهبط طائرات مروحية متوسطة الحجم مثل يوروكابتر دوفين ويوروكابتر بانثر وطائرة NH90 يذكر تقرير صحيفة The National Interest أن القدرات التي تمتلكها الفرقاط الرياض تشمل السلحة المضادة للغواصات وهو عبارة عن توربيد من طراز DCNS تقرير صحيفة الرHuh اشتركوا في القناة